أعلنت وزارة الصحة والسكان استئناف العمل بعيادات البعثة الطبية المصرية للحج بمقار إقامة الحجاج المصريين في الفنادق السعودية بمكة المكرمة وذلك تزامنا مع بدء التعجيل من مشاعر منه وأضافت الصحة أنه سيتم العمل بكمل طاقة العيادات الإحدى عشرة الموجودة بمكة المكرمة مع استمرار متابعة الحجاج في خيام إقامتهم بالمشاعر المقدسة وكشفت وزارة الصحة أن إجمالية الحجاج المصريين الذين دخلوا المستشفيات بلغ 25 حالة خرج منهم إحدى عشرة حالة بعد تلقيهم للعلاج وتحسن حالتهم ليصل إجمالي الحالات المحتجزة في المستشفيات إلى 14 حالة فقط